السلام عليكم ورحمة الله ياتشكم العافية خامس اليوم إن شاء الله رحمه المراجعة لوحدة قياس الزمن كيف نحول من وحدة إلى وحدة كثير سهل اللي بيكون عارف التحويلات من ساعة لدقيقة لثانية من أسبوع لليوم بقدر يحل أي سؤال تمام 600 دقيقة نحولهم لساعة بدي أكون أنا حط على جنب أني بعرف أنه الساعة فيها 60 دقيقة أنا بدي الساعة فيها هي 65 دقيقة تمام أنا بدي 600 دقيقة كم ساعة فيها خامس العكس شو حكينا من دقيقة لساعة بقسم بقسم على إيش على 60 600 على 60 سفر بيروح مع سفر بيضال 60 تقسيم ستة عشر ساعات تمام 42 دقيقة في الثانية أنا بعرف أنه الدقيقة فيها 60 ثانية بروح على جنب بكتب الدقيقة تساوي 60 ثانية بعدين بشوف هلا بدهم من دقيقة لثانية شو بعمل أنا بطرب بـ 62 42 ضرب 60 بطلع عندي 2250 2520 ثانية بدي أحول من ثانية إلى دقيقة من ثانية إلى دقيقة أنا بعرف برجع بحط على جنب أنه كل دقيقة فيها 60 ثانية بدي أحول من ثانية إلى دقيقة يعني عكسي بدي أقسم على 60 30 تقسيم 60 بيطلع عندي نص دقيقة 21 يوم كم أسبوع في يوم أنا بعرف أنه الأسبوع تمام أنا بعرف أنه الأسبوع في سبع أيام تمام 21 يوم كم أسبوع 21 يوم يعني بدي أحول من يوم لأسبوع بقسم على سبعة بيطلع عندي ثلاثة أسابيع تمام 21 يوم كم ساعة أنا بعرف اليوم في 24 ساعة بدي أحول من يوم لساعة يوم بدي أضرب 24 بدي أحول 21 ضرب 24 بيطلع عندي 504 ساعة تمام يا خامس 504 ساعة كيف حولت بكون حط على جنب العلاقة اللي بتربط بين كل إش والتاني عشان أدار أحول من أسبوع إلى يوم أنا بضرب بسبعة لما بدي أحول من يوم لأسبوع بقسم على سبعة من يوم لساعة بضرب ب24 من ساعة إلى يوم بقسم على 24 وهكذا العكسي بقسم بدي أمشي نفس الاتجاه بضرب من دقيقة إلى ثاني بضرب ب60 بدي من ثاني إلى دقيقة بقسم على 60 سؤال 2 بدأ رسام رسم لوحة الساعة 22 يعني كانت ساعة 22 وانتهى من الرسم الساعة 10 وسبعة احسب الزمن الذي أمضاه في رسم لوحة بما أنه ذكر زمن الانتهاء ايش بسوي بنقص كبير نقص صغير عشان أعرف قديش أمضى في رسم لوحة تحت بعض طيب هلا حكينا سبعة ناقص 15 ما بيزبط بنروح من دي الساعة بنحكي للساعة تعطينا منك بتقول بعطيكم يا بعطيكي ساعة بس انت دقيقة بس انت دقائق بنقول مش مشكلة بنحولك لدقائق العشرة شو بتصير تسعة بتاخذ منها الساعة بتصير 7 زائد 60 لأنه الساعة فيها 60 دقيقة كمان مرة سبعة ناقص 15 لا يجوز بنروح من دي العشرة بناخذ منها ساعة صارت تسعة الدقيقة الساعة اللي اخذناها حولناها لدقائق ونظفناها للدقائق شو صار عندي 67 9 ناقص 15 2 هلا بننقص 7 ناقص 5 2 6 ناقص 1 5 9 ناقص 2 7 إذن الزمن الذي استغرقه 7 ساعات 52 دقيقة الزمن الذي استغرقه لي أديش 7 ساعات 52 دقيقة تمام هلا سؤال 3 بدأ برنامج تدريبي بتاريخ 67 2014 وانتهى بما أنه حكى الانتهاء بكل ناقص برضو بتم الزمن اللي استغرقه هذا البرنامج برضو بحط الكبير ناقص الزمن 2015 في عنديه 2014 من الكبير 2015 12 2 2015 ناقص 6 7 2014 يالي 5 12 ناقص 6 تمام 6 هلا جينا عندي الشهر 2 ناقص 7 لا يجوز بنروح عند السنة بنحكي تعطينا منك سنة بتحكي بعطيك بس انتو شهر بنقول مش مشكلة من حولك لشهر كيف بدي أحول السنة لشهر السنة كم شهر فيها تمام يا خامس السنة فيها هلا هلا خامس بدي أحكي شغلة قبل ما ندخل عهد تمام هلا خامس ركز بشغلة هلا في عندي هنا ممكن أني أضطر يكون في عندي خامس اليوم عندي اليوم عندي يكون عندي صغير ناقص كبير يعني يمكن أضطر من اليوم أنا أخذ من مين من الشهر ركز يا خامس لما أنا بدي أخذ من الشهر لما بدي أخذ من الشهر بدي أضيف لهاي الثلاثين تمام يا خامس بدي أضيف 30 إذن إعنا بمشي خطوات حسب الموجود عندي بمشي خطوات أي خامس كمان مرة ركز أنا بأخذ من الشهر إذا أخذ من الشهر بأضيف لليوم إذا بدي أخذ من السنة بدي أضيف للشهر تمام هيك بدي أعمال يعني السنة كم شهر فيها 12 شهر بدي أضيف 12 لهون لو بدي أضيف لهون بدي أخذ من الشهر بدي أضيف 30 تأخذ في الأيام في هذه الحالة إذا كان عندي العكس بتأخذها بتصير 12 زائد 30 إذا أخذنا من هون شو بتصير عندي هلأ 12 12 زائد 2 14 2014 ناقص 6 7 2014 تمام يا خامس 6 7 2014 هلأ بقدر أنقص تمام 12 ناقص 6 6 14 ناقص 7 7 2014 خلاص إذا أدش الزمن اللي تستغرقوا 7 أشهر و 6 أيام المبدأ يا خامس إني بتطلع علي بجانب وبأخذ منه أخذت من السنة تمام بحولها على السريع السنة كم شهر فيها فيها 12 شهر بيضيفهم هنا لو أخذت من الشهر الشهر كم يوم فيه 30 بيضيفه عنده اليوم تمام اكتب الوحدة المناسبة لقياس مساحة كل من هلأ ركزولي يا خامس على الوحدة المناسبة لقياس كل من بدك تكون أنتوا عارفين الأصد فيها وحدات المساحة إيش هم وحدات المساحة اللي أخذناهم طبعا إحنا أخذنا السنتيمتر سنتيمتر مربع أخذنا متر مربع أخذنا كيلو متر مربع تمام يا خامس أخذنا كتير مساحات إحنا للقياس هلأ كي بدي أقيس المساحات المساحات الصغيرة اللي حكينا عنهم بيقيسهم بالسنتيمتر المربع المساحات الصغيرة حكينا عنهم بالسنتيمتر المربع هلأ في عنا مساحات كبيرة ممكن تكون إما بالذنم أو ممكن تكون بالكيلو متر مربع حسب المساحة الموجودة عندي رح أبلش مساحة ورقة دفتر مساحة دفتر أدلش ديكون عندي بالسانتي متر المربع هلأ في عندي مساحة مدرسة مساحة مدرسة ممكن أقيسها بالذنم مساحة باب غرفة مساحة باب غرفة ايش بقيس مساحة الباب الغرفة متر مربع صورة فوتوغرافية كتير صغيرة رح تكون برضو سانتي متر مربع تمام مساحة باب غرفة 2 متر مربع صورة فوتوغرافية 10 سانتي متر مربع تمام يا خامس المساحات أخذناهم وشرحنا عنهم كيف طيب هلأ سؤال خمسة هاي التحويلات برضو كيف أحول من مساحة لمساحة رح أكون أنا أحفظ العلاقة إن كل واحد مسل مربع في 10 ألف سانتي متر مربع كل واحد كيلو متر مربع مليون متر مربع كل واحد دنهم المتر مربع تمام يا خامس طيب حول كل من هلأ بدي أحول من سانتي متر مربع إلى متر مربع عكس يا خامس رح أقسم على 10 ألف إذن بقسم العدد على 10 ألف سفرين رح يروح عندي مع سفرين بس اللي عندي 8 و 79% متر مربع من متر مربع إلى سانتي متر مربع من متر مربع إلى سانتي متر مربع رح أقضروب ب10 ألف اللي بطلع عندي 12 من متر مربع لكيلو متر مربع عكسي بقسم بقسم على مليون على مليون رح يروح الأصفار كلهم أصلي فوق مع الأصفار اللي تحت رح يطلع عندي 91 كيلو متر مربع عدد الأصفار متساوي فوق تحت من دنهم لمتر مربع أنا بعرف كل دنهم في ألف متر مربع يعني عندي أضرب لو عكسي بقسم 7000 متر مربع تمام هلأ احسب محيط المثلث إحنا كنا أخذنا إيش هو محيط المثلث محيط المثلث يساوي بنكون حافظين القانون مجموع أطوال الأضلع ويساوي أربعة أنا عندي أربعة 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 زائد أربعة زائد أربعة يساوي 12 سنتيمتر تمام يا خامس أربعة زائد أربعة زائد أربعة يساوي 12 سنتيمتر محيط المثلث مجموع أطوال الأضلع مساحة المثلث إيش هو قانون مساحة المثلث مساحة المثلث يساوي نصف ضرب مساحة القاعدة ضرب الارتفاع ويساوي نصف ضرب مساحة القاعدة هذه القاعدة موجودة عندي الارتفاع الخط الواصل من أحد رؤوس المثلث إلى القاعدة وين الخط الواصل هو أربعة أربعة ضرب ثمانية اثنين وثلاثين سنتيمتر مربع تمام يا خامس سنتيمتر مربع كيف بقى القانون بكون حفظ نصف مساحة القاعدة في الارتفاع مساحة القاعدة موجودة عندي الارتفاع سيكون دائماً أقل من مساحة القاعدة تمام المحيط هي مجموعة طوال الأضلاء التحويلات ما نكون حفظين يا خامس كيف نحول من كل واحدة للتاني عشان نقدر نطلع الجواب زي ما قلنا إذا كان عكسي بقسم يعني من سنتيمتر إلى متر مربع بقسم من متر مربع إلى سنتيمتر مربع بضرب بهذا العدد من كيلو متر مربع إلى متر مربع بضرب في مليون بدي من متر مربع إلى كيلو متر مربع بقسم على مليون من دنم إلى متر مربع بضرب بألف من متر مربع إلى دنم بقسم بألف هل رح أصولكم يا خامس وتكتبوهم على الدفتر عشان كتير هاي الأسئلة مهمة في الامتحان النهائي يعطيكم ألف عافية